محامي طلال الدويه رئيس حركة الأرض اللبنانية بعد هذا الفاصل من بلش صباح الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا فيكم مع طلال الدويه أنا بعتذر قلت محامي بس أنه عم بيقلي أستاذ طلال نبهني عليها أنه منه محامي مع أنه كل كلامك مطالعاتك مرافعاتك كلها سواء مثل المحامين وأهلا وسهلا فيك أستاذ طلال الدويه رئيس حركة الأرض اللبنانية منكون غير منطقيين وغير منسجمين مع نفسنا واحتراما للمواطن بدي بلش بموضوع عجقة السير قال لا أنا اختصاصي ولا حضرتك اختصاصي لكن اتنينتنا لوعين مثل نصف مليون لبناني اليوم بتبهدلوا وتشرشحوا بعد ولا هلا أنت بتصور عشرين كيلومتر بتقطعها بثلاث ساعات أو أربع ساعات صحيح شيء غير مقبول ها تفضل تفضل رح نشوف يعني جزء أو مشهد من يوم الحشر هذا بقلوله يوم الحشر اليوم يوم القيمة كيف بدك كيف بدون يوصلوا للعالم على شغله اليوم عجقة السير كانت أتولية مثل العادي صحيح بموضوع السير يعني ما في جدية بعمل السير انكام من الدولة وانكام من البلديات القصة بدأ تنظيم كله بالتنظيم بيمشي فيه عملية قصة الشيء يعني مفترض الصبح مثلا من الكاميونات ما تنزل يتركوها لفترة كل بلدين العالم الكاميونات بالنهار ما بيخلوها تمشي بتمشي بفترات معينة نحن كله مسموح وكله مدفوع خدماته ومبلشي القصص عاملي أزمة كبيرة على صدر اللبنانيين مأثرة كثير قصة عملية السير لأنه عم تأخر الشغل عم تأخر بتعصب الناس بتمرد الناس قال لي سيئة اللي بيبقى بيكون مريض وبيكون علوان بعجة السير وروح حكيم يعني القصة مش معقولي القصة يعني مثلا اليوم الصباح امنا على حادث السير صار على جهة الكارنتينة اندع الشاب ضل حوالي سعتان بالأرض وبعد السيارات كمان رجعت دعست عليه وهمره بتلاتين سنة عم بيقوله في عملية قلة أخلاق بكل هالأمور إن كان من الناس صائقين وإن كان من المسؤولين عن عملية السير اللي هني منهم يفتحوا كانوات بالطرقات مشان تقدروا يصلوا إذا في شي يقدروا يفتحوا كله مسكر كله متروك في عملية قصة الشيء لأنه كما أنتم يولع عليكم الناس ما عم بتهتم واللي عم بتحاسب صحيح بتعت بالعجقة وبتسب وبتكفر ومنع شي بيتنسوا كل شي طيب شو بدون Gazini لا بدون نحاسبه بدون ينزلوا بدل ما ينزلوا تسكروا الطرقات كرمال لأنه منما يخلون يفتحوا مراميل يسكروا الطرقات لأنه منما يقدروا يصلوا على شغلهم سكروا الطرقات مشان تقدروا يصلوا على شغلهم تسكروا الطرقات مشان ما يخلوا الضباط راكبين بكل جيبيت وما بتنقول بيوجي بيت كلفه الدولي Linked会 إنه بالآخر في حدا بدوط عخل وهو بنحل إنه يطلع شوي على الطرقات وعلى كيف النسبة تصول على شغلها أنا جاي هلأ لعندك من جديدي لهون اخذي معي ثلاثة ربيع الساعة من جديدي يعني أنا حد منك هون ثلاثة ربيع الساعة مش أكثر من أربع خمسة كيلومتر ما بدأ شي يعني هايدي عشو ضايق مفترض تكون هون ثلاثة ربيع الساعة مصيبة اليوم مصيبة اليوم وهيدي عم تتكرر كل يوم كل يوم كل يوم بس أن الأوان أنه ينوضع حل على الأقل يعني بتلاقي شرطة البلدية نحن البلديات عم تشتغل وعم تتعب لكن بالوقت الحشرة ما بنلاقي أنت جاي اليوم بلدية زوء مصبح يلي هي بلدية أساسية وكبيرة وطرقات اللي بتمشي فيها وبتطلع منها وتودي لقلها كمان حيوية وأساسية شرطة بلدية ما شفنا واحد على الطريق شرطة سير ما شفنا واحد البلديات ما بنعرف إذا عم تتحمل المسؤوليتها والدولة اللبنانية طبعا طبعا هلأ بقولوا لا أنتوا عم تلومونا لا ما شفنا حدا من شرطة البلدية وزائل الحفريات اللي ما بتخلصها الحفريات اللي محفورة أنا عم بحكي اللي جايين أنا عم بحكي اللي جاي من كسر وين ومن زوء مصبح وصولها للأتصرة واللي جاي من الشمال وين هاي سعب يصول على بيروت يخلى الشغله بكل الأحوال خلينا كمان لكن المشاهد الزملاء مشكورين يعني عم بيذكرونها بألامنا وأوجعنا اللي صار اليوم هذي وين الصورة بس هذة الدورة هذة الدورة ما بنتبه لأنه لا لا ايه مصبوط صح 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 هذة الدورة التوجيهية مفاعل عكل حال يوم الحشر هذة من قلله طيب بدا تكون هالعجقة هيك مسهلة بطريق رئاسي مسهلة ولا أصعب برأيك بدا تكون الغام وعوائق سرع سنتين ونص بالعجقة عجقة سار بأسة الرئيسي لا عجقة ولا عجئينة عجئينة فرق بين عجقة طبيعية وبين عجقة متعمدة أكيد عجقة متعمدة بفيتروات معينة وبعدة أموش خليني أنقل أنا وياك على هذه النقطة بتشوف في فرصة جدية بتلاقي في نوع من مخارج بتلاقي في ضوء في آخر النفأ بموضوع بعبدة موضوع رئاسة الجمهورية بدي قراءتك بصراحة مثل ما أنت شايف الأمور من دون خليني أقول مثل ما شايفها لقصة الرئاسي كيف شايف الأموش أنا اللي شايفه في مبادرات بس ما في نتيجة يعني الرئيس الحريري طلع بأربع مبادرات وما بعرف إذا هل الرابعة بتأتي نتيجة معه يعني بلش أو شيء مبادرة بتأييده للدكتور سامير جعجع ورجع بعدين نتقل لفخامة الرئيس أمين جميل ورجع راح الأقصى أمين جميل طرح الفكرة بلاينا حوالي أسبوع نرى عنها ونحن ما أخذت كتير بعدين راحت بمبادرة أكيد أخذت طابع جدي أكتر هي مبادرة بالوزير سامين فرنجية وكمان عادنا عليها سبعة اثنين شهور وما مشي الحيل وهلأ عم بيستهلك الأقطاب الأربع وهلأ إجا دور وصل آخر شيء للجنرال هون الواقع أنه حيلة الجنرال هون عم تظهر أنه أكتر جدية من غيرها بس ولكن يعني بتزل العقبي بيطلع لك عقبتين الواقع أنه ممكن نفكر صفين عم نفكر أنه فيه قرار بعدم يكون فيه رئيس جمهورية في لبنان الهيئة هيك مع أنه ما بدنا نصدقها مع الأسف الشديد بيظهر أنه فيه فيه ناس مدعومين من الخارج أقليميا ما بدنا يعملوا رئيس جمهورية في لبنان وإلا إذا كان قدر يتوصل الرئيس الحريري إلى تفاهم مع عماد عون ما بعطت بها أنه أسس الترتيبات السياسية والتوزيع المناصب بدنا كتير مع هالشخصين بالتحديد هل تكفي النية الطيبة للإستعدادات الإيجابية عند الرئيس الحريري لانتخاب العماد عون لإيصال العماد عون لوصوله بالأحرى إلى بعبدة أكيد لا شو اللي ناقصه سعد الحريري اللي ناقصه بده دعم نحن بعد ناقصنا بموضع الصراع يعني بمحل بتشوف أنت أنه الرئيس الحريري هو حليف أساسي مع الرئيس بره مع الوزير وليد جمهورية بترجع بتطلع شوي بتطلع أنه الرئيس الحريري عم بيغرد وحده بالمقابل الرئيس بره بتمسك بسلة مرفوضة أساسا هالسلة من البطرياركية المرونية ومن أكسرية المسيحيين في لبنان لأنه بتكيد رئيس الجمهورية بتطلع بتجيب تشوف من تاني جهة أنه الوزير وليد جمبلات عم بيوفد من دوبين من كبل وعلى السعودية وعلى الجهات الفعلية على الساحة اللبنانية حتى يسهل عملية الاستحاء بتطلع بتجيب تشوف أنه كل هذا الشغل بتآمل فيه بآخر الأسبوع بنتجي بيطلع ما فيه شي نتيجة معناتها فيه مكان ما وقف الأمور عن قصد عن نية حسنة عن نية سيئة ما بعرف أنه فيه شي بمحل ما وقف الأمور ما عم تتقدم أبدا لأنه أنا بعطيت إذا هالأسبوع هذا ما طلع شي بموضوع الطفال أو موضوع الرئيس الجمهوري معناتها من هنا لأخر الشهر أول مرة راح الوزير وقال أبو فعور إلى السعودية وشايف رئيسة الاستخبارات خالد الحمايدان إجا ومحكي تسرب عن اللقاء بعد يومين ثلاثة أنه خالد الحمايدان يرفض وصول عماد عون إلى رئاسة الجمهورية ها أول مرة تاني مرة راح مبارح ورجع كمان ما تسرب شي عنا فجأة القائم بالأعمال السعودي هاي بحط تغريدي بيقول بيستذكر فيها من أقوال الراحل سعود الفيصل حكيم العرب الوزير جانباد هاي دي مثل إجيت أول مرة رفض تاني مرة حطوا له حطوا تغريدة جانباد الرجعوا مثل ما نحطت بشكل مفاجئ انشالت بشكل مفاجئ وبعد يقول مثل ما نحطت بشكل متعمد خدمت الغرض بنا قدت الغاية بنا رجعت طلعت انسحبت يعني قائم بالأعمال السعودي ما عنده شغلة ولا عملي العالم للتفسيرات الصحفية انه ما عنده شيء إلا ينبش بأرشيفه للملك سعود الفيصل في السفارة باللبنان في اهتمام فيها بدي رأيك بايه هالأجواء اللي عم تسرب وتسحب أنا برأي هاي دي مش مسحة انه يطلق القام بأعمال السفارة السعودية باللبنان تغريدي ويتذكر فيها ما قاله سمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجي المخضرم اللي هو يقلوا تاريخ بالخارجي السعودية الرحل الرحل يقول انه يوصف الوزير جون عباد بحكيمنا وبحكيم المؤتمر مؤتمر وزراء الخارجي الدول العربية فالواقع انه هاي دي نظرة بتدلل على مدى احترام السعودية للوزير جون عباد ومدى اقتناعهم بالوزير جون عباد لوصوله لمنصب رئيس الجمهورية في حال تعسرت الاتفاقية بين اللبنانيين بما بعضهم يعني اكيد السعودية الى دار دار اساسي باللعب السياسي في لبنان بالجو السنة اللي هو ما كتير مرتكز على قاعدة معينة القاعدة الاساسية اللي هي مؤثرة عند الاخوين السنة في لبنان بالسياسة هناك الكيادة السعودية بتحكي السعودية بالاخر باطد انا انه عطت اشارة السعودية بان اي بتفضل الوزير جون عباد وهذا الشي ما بيزعج كتير من اللبنانيين انا واحد منهم بكتير بالعكس بمصد فيه بس عم نشوف نحنا انه في اسماء عم تنطرح عم نخاف انها تحترق لانه مش عم بيصير فيه تتابع على هذا الموضوع وما عم بيصير لانه عادة وقت بين عرض اسم لرئيس الجمهورية مفترض يكون فيه تفاهم عليه مش انه نعرض اسم مش ان تنفس جو اسم تاني وتبلش الناس تخلق جوه من البلبل السياسي بتزيد من البلبل السياسي كان لفت زيارة الوزير جون عباد لدر الافتاء ولقاءه المفتي دريان بالنهار اللي اعلم فيها عم ببادرة رئيس الحريري تجاه العماد عام مبعرف اذا اصد فيها اخذ الموعد من قبل الوزير عباد بقيت انه ما عنده نوية تحرك لا لا اكيد تحركه دائم بس انه فيه احيان بلقطوا الاعلام احيان ما بلقطوا معالي الوزير منحبه منحترمه وهو شخصية غنية عن يشاد فيها لما يتمتع به من حنكي ودراي وروح وطنية عالي ما حدا عم بقول له بس عم بقول تحركه كمان نسأل انه باللحظة اللي اطلقت فيها المبادرة نزل عند او بالاحرى زاروا لسامحة المفتي داريان مبارح بالكلام يلي عبين قال فيه عن تقدم ما تقدم ما تقدم ملموس واللي بيسمع النائب جمال الجراح اللي كان حامل سيف القاطع في وجه ترشيح العماد عون عم بيقول كلام جدا جدا ايجابي هاليومين وهو بيعتبر شو بتسمون تصنيفات سقور وحمامات وحمائم وهذا هوا من السقور لا الجو ايجابي جدا والرئيس الحريري بده 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 الانتخاب وانشاء الله بنوصل للأمور بخواتيمة هالقراءة ما الرسالة التي تريد السعودية إيصالها من خلال رمي ورقة الوزير جعبات بهذه اللحظة انا اللي بدي ايجابي اول شي وقت الرئيس الحريري بيحسم أمره كل تيار المستقبل وراء أكيد هذا تأزهار عدم الاكتراس لموضوع دعم العماد هون هذي بتصير روحينية خاصة بس هذي ما بتتصرف في الواقع السياسي لأنه بالنتيجة هذا تيار متجزر وهذا تيار الرئيس الحريري اللي يرحمه الرئيس رفيق الحريري لا كلمة تعلو على كلمة الرئيس الحريري أبو أسد المرحوم وهلا الوكيل هو ابنه وابنه اليوم هو يقوم بها الحركة وبالنتيجة اليوم الفكر السياسي بيتطلع على المصلحة داشت مصلحة الرئيس الوزارة المقبل اللي هو إذا كان الرئيس ميشيل عن رئيس جمهورية لبنان حيكون رئيس حكومة لبنان هو الرئيس سعد الحريري فالواقع أنه اليوم إذا أنت ترفض العماد بهذه الطريقة ترفض رئيس الوزارة لسعد الحريري أنا اللي بعتقد أنه الأمور منع كلها عند الرئيس الحريري فيه أرار سعود يتناقض مع اللي يعمل بيزهر الرئيس الحريري اليوم بالسعودية مثل ما كان فيه بالزمان بسوريا فيه أجنحة فيه ناس تخص حكمة الشابي ناس عبدالحليم خدام جماعة الأصل كمان فيه ناس عندك خط مباشر مع ولي ولي العهد فيه ناس مع خدم الحرمين وفيه ناس مع المخابرات بتعطي يعني فيه درجات بتعطي الواقع أنه اليوم ليش ينطرح أو انطرح سعوديا بالطريقة اللي انطرحت فيه اسم الوزير جون عباد اللي أنا وياك منطفين أنه كله التقدير وكل المحبة وكل الاحترام ورجل بيتمتع بحكمي وديروا يكبيري الواقع أنه عم بيصير تحولات وتغييرات وكليةها بتحس أنه فيه مايسترو عم ما يشتغل على الواقع بعدين بتطلع بتصير تشوف انتي هاللي نحنا شايفين انكيادات وزعمة بتشوفهم بمحال متكأنه متل شحي مع خالطه يعني بعيد كثير عن الواقع اللي عم بيحصل لهالسبب أنه مبارح تغريد التقام بالأعمال بالسفارة السعودية قلبت المقاييس والمعايير وكذا ولعت التواصل الاجتماعي ولعت المجتمع السياسي أنا بالأكيد عشي بالليل إخد مطلقة شمية تليفون بهذا الخصوص أنه كيف وين وشو عندك معطيات يعني القصة اللي أنا بيعرفون أنا شخصيا قريب شوي من الوزير جون عبيد فالوزير عباد كان متفاجأ يعني بهذه القصة أخذ الطابع هو تفاجأ أنه كيف هذي طلعت وكيف رقبت وكيف عم بتصير أنا بعتقد أنه العامل رئيس الجمهوري اليوم بالبنان صور جزء منه كبير عامل نفساني بلشت ناس تروح فيه نفسانيا يعني وما يأثر على الوضع الاقتصادي من الناحية النفسية أنا بعرف كتير ناس اليوم بيقول لك مشتري دولار منبيع لبناني منحط لبناني مشتري دولار منبيع أو لك الشقة منبيع 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 منشتري منعمر منبلش بورصة صور في تساؤلات بالوضع الاقتصادي عم بتأثر على الوضع الاقتصادي لا لأنه المروح اللي عم بيحطوا فيها الناس قصة الرئيس الجمهورية جاي الوزير الفرنجي لا مش جاي الوزير الفرنجي جاي العماد عان جاي الوزير عباد يعني لصة هذه خلقت حالة من البلبلة وصفينها مثل برج بابل يعني إذا بدي أقول لك بالصراحة صورين مثل برج بابل بالوقت نفسه أنه لأ ريحة الزبالي أكلتنا لأ السر ديب والفساد مقونا صار بالبلد وصف يعني بدنا خلاص يعني بدنا حجة خلاص ما بيقولوا بالدريش بدنا حجة دي نقلص من هالورطة اللي نحن فيها ويصير في عنا رأس لهالدولة بترجع حكومة متكاملة متضاملة مش مثل هالحكومة هاي دي اللي منو معروف أرعة جدا وين صايرة وواقع يعني فعلا مخزي والوضع إن شاء الله إذا بيكون مين بخير لهالبلاد أنه يجي ونخلص إذا فيه رئيس جمهورية أنا شخصيا أنا من يشيب بهالقريب اللي يجل فيه رئيس جمهورية المؤشرات كلها لا الإقليمية ولا الدولية ولا المحلية بتشير أنه فيه واقع بيوصل رئيس جمهورية شو تفسيرك للمعادلة التالية خصوم حزب الله يؤيد مشاهل عون لرئاس الجمهورية وحلفاء حزب الله يرفضون وصول عماد عون لرئاس الجمهورية الحلفاء هن رئيس بري والوزير الفرنجي يرفضون وصول لعماد عون الخصوم هن سمير جعجع وسعد الحريري يؤيدون وصول العماد عون أعطيني تفسيرك لهالمعادلة هذا برج بيبيل هذا برج بي هذا ما نستطيع نفهم اليوم الدكتور جعجع والرئيس سعد الحريري ضمني الرئيس الدكتور جعجع علنيا أعلن وعمل ورقة التفاهم مع الجنرال وماشي فيها للإخير وأنا شايفه متحمس أكثر من الجنرال إنه موضوع رئيس الجنرال عون تميجي 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 الوزير الفرنجي ممكن تميجي الوزير الفرنجي وممكن قدر حقق مع العمادان أكثر من النتيجة اللي بدور حققها مع الوزير الفرنجي هذا واحد اتنين أما الثاني اللي هي مبادرة الرئيس الحريري اللي هي ما بعرف على شو مبنية لأنه بفترة من الفترات كان هو بتحالف متماسك بموضوع الوزير الفرنجي كان بتحالف متماسك مع الرئيس بر ومع الوزير وليد جنرال هلأ وقت اللي يراح على عند العمادان بده يدعم ترشيح العمادان بيظهر أنه ما مش معه حلفاء اتنين ليل دولت الرئيس بر ولا الوزير جنبلات فهان هو الأخفاء صار هان وانا مبارح فاجأ أني مثلا نائب الأمين العين بحزب الله الشيخ نعيم قاسم وقت اللي بيقول نحن وحركة أمل استراتيجيا ما في حال وحدة حال وحدة فحال وحدة أنا هان اعطأت أنه لسه مش بقى لأنه نحن مع العمادان حليبنا اللي نحن عاملين زواج موروني نحن وياه الرئيس بره هو ضد العمادان بس نحن ما منقدر نمارس على أي تأثير ولا نستعد نفسها التعاقد نحن وياه هذا حلف الشيئي استراتيجي في حدا من الشباب اللي بيفهم المنورين بالبلد قال اللي هيدي السياسي الفاطمية يعني أصدق البطني لا في شيء بالتاريخ إذا أريد في السياسي الفاطمية كانت الدولة الفاطمية بمصر طيب شو عنوان ما فيك تفوت يعني ما بتقدر تشرحها ما بتقدر تفوت تفوت وعن بتبلش تياقس مجموعة كبيرة من الابنانيين لأنه هذا الحاجز ما حدا حدر يفوت بلاحدة اللي هيقدر يمر مثل ما بيقولوا بالعربي الداريخ حشوة يعني كلمة ما حدا في فوت بين بيناتهم تبهام الشغلة منيحة عند الشيعة أنه متضامنين وفي ثنائية قوية مع بعضهم بس بالآخر لازم يكون قرار واحد مش لأكيد أنا هده رأي رأي أنا أقول أنه إذا قلتلي عسل ممنة حل يتم أنت ما تقللي أنت دعمني دعمني مفترض الدعمك بالإمكانيات وبالقدرة ومدى التعاون بين حزب الله والرئيس ميشيل عون مفترض هون تقرش مش أنه بصير في عقبي إذا كان الرئيس بري طارح السلة طالح من ناحيته ووحده طالح من ناحيته ووحده شو موقف الحزب من السلة وبوقت أنا قارش أنه الحزب بيمشي بين العماد عون بدون سلة آه لا سمحت السيد بخطاب لأله أنا من الأخر أحسن ما أخذ لك من وقتك بلو بالعماد عون أنا أحسن ما أخذ لك من وقتك لا تفضل أنا أقول أنه ما يدلى به غير ما يبنى عليه يعني هلأ سبت هون عم تتهمهم بالباطنية سبت أطلب قلت لك الفاطمية شو هي آه جاءت قلت لي مثل ما جاءت جاءت قلت لي الباطنية هاي سياسي الفاطمية ولي بيقروا تاريخ بيعرفوا أشمعنات السياسي الفاطمية لا خليني ما في ظلم وتجني على حزب الله بهذا الكلام حزب الله أعلى موقف واضح وصريح وسيد نصر الله سيد الصدق والوضوح بمواقف أنا ماني ما شكك أنا ما أقول أنه اليوم في واقع سياسي قال له كيف هو لدك قال له قبالك شوفهم يعني أنا عم بس عم بتسأل مع نفسي ماني عم شكك لا بشكك بالحزب ولا بشكك بالرئيس برري كمان لأنه كمان الرئيس برري هو حالي سياسية زائد غير كونه زعيم حركة أمل وعنده كتلي نيابي هو رئيس مجلس النواب يعني رئيس اللعبة السياسية في البلد تقدر تعمل منها رئيس مؤسسة الشيعة في الحكم وبعدين رئيس السلطة التشريعية يعني شيل التمثيل الطائفي حتى بالقوانين والأنظمة هو رئيس السلطة التشريعية بيدير اللعبة بيدير اللعبة كلية اليوم إذا كان هو بهذا الواقع ما عم بيدير اللعبة مش موافق على ترئيس العماد عان فمن التنق بعدها محلنا خلق في مرشح اسمه هون ريحلو هو بعده مرشح بس مش ما يدعو ولا سلبا ولا إجابا بس هو برشح العماد عان موجة بتاخدنا موجة بتجيبنا بس الرافض هو زيته في اتنين رافضين بالمطلق كانوا ثلاثة صاروا اتنين الرئيس الحريري ملايا موقف وطلج تماهية ساعتين ونص أكيد وقت الحكي تلوهم حكيوا بالطقص حكيوا بموضوع الرئيس الجمهورية وقابل كان الوزير جبرون بسي اللعن بيجتمع بنادر الحريري وكاننا كلنا نقول أنه ما بيطلع منا شيء على الاجتماعيات لا طلع أنه في ورقة وفي اتفاق على موضوع الرئيس الجمهورية هناك أيام تلاقي رئيس برع ليون ورفض هذا التفاهم أنه قال أنتم بركبين تفاهم من دوني هذا رجعنا للواقع اللبناني المبنية على سيستنكيات أنا منعك حطني بالجو حطك بالجو حطني ما بتحطني بالجو أنا بنكي الموضوع أنا بخربط القصة أنا بخربط لك لطيفة هذه القصة بتخلي أنه يطلع بالنتيجة حدا أقليمي ويقول أنه يتذكر اللي يرحمه وزير خارجي السعودية شو قال بالتغريد اللي يقوم بالعمل يعني عم بيجي يقول إذا ما بكنت تتفيه مهم الواقع هيك بفرض حلو بس هو غريب ما تذكر كمان أنه اجتمع وزراء الخارجية العرب اللي صار والقمة العربية اللي صارت بتونس بعتت ورى العماد عون أو بالأحراض دعيته للمشاركي بصفته ممثل لبنان وبصفته ممثل الشرعية اللبنانية ورئيس الحكومة أكيد كان رئيس حكومة وأيضا تعاملت معه الأخضر الإبراهيمي تعامل معه على أساس هو الشرعي والذي يمكن أن يكون معه صحيح صحيح ومتلغي الروحة على تونس لأسباب كنا يعني مش لغي الروحة على تونس كان فيه كلام عن معوقات أمنية ومحاولة اغتيال تم اكتشافها المهم أنه ما بدي أرجع وقف عند التذكر بس اللي بتوقف عنده السيد طلار من مستفيد من تصوير حزب الله ينقض بوعده والرئيس بر يتصدى للعماد عون وتصوير سمير جعجة وسعد الحريري وكأنه نتنيناتهم هن عم بيسوقوا العماد عون والشيعة عم بيرفضوه هايدي محاولة دقل السفين بين الطيار الوطني الحر وحزب الله ما هيك أول شي مين وراها وبين مستفيد منها وهل بتصبت حقيقة بمصحة ترشيح العماد عون هلا أنا بدي بدي روح شوي مع بعض المشككين أنه اليوم نحنا موقفنا رئيسة الجامورية كرميل العماد عون اجا جيد فترة انه تشافوا انه العماد عون رح باتجاه معراب هالتورة كان راضي الحزب على روحة العماد عون باتجاه معراب والوزير الفرنجي رح باتجاه بيت الوسط هالتورة كانوا هني راضيين على هذا الموضوع يعني بالمبدأ اللي بيزهر لك اليوم المواقف وتوزيع الأدوار بتدلل بمحل انه يحق للشاعر ما يحق لغيره انا هذا برأي بهذا الموضوع ومعن بقوله للملأ انا ومن محطة الوتي فيه انه ان شاء الله ما يطلع العماد عون ضحية بهذا الموضوع العماد عون يعني يعني هو سبت بمعفو في ضحايا العماد عون من شاء الله ما يطلع فهو بشكلتك طلع رئيس جمهورية في ضحايا بالجملة خلينا ننتقل الوزير جبران بسيل نرجع كان عند بإدارة خلدي دارة المير طلال الارسلين تفضله منكمل نحن وياك بينات ما يكون جاهز بس لا رح يكون جاهز المير طلال الارسلين بيستقبل الوزير جبران بسيل بدارته بخلدي في إطار جول اللي عم بيقون فيها الوزير جبران بسيل على القيادات والفعاليات اللبنانية استمعنا إلى كلمة الوزير جبران بسيل والمير طلال الارسلين من دارة الارسلين في خلدي قبل ما ناخد البريك بس اختصار حتى المير طلال ناطر رئيس الحريري يعني لم يعلن موقف من ترشيح العماد عون ترشيح الرئيس الحريري للعماد عون بيقول ننطر رئيس الحريري ونشوف يعني ما عنده موقف انه لا نحن مع العماد عون سواء رشحه أو ما رشحه لا ارتباطات أو انت بتعرف حضر بيقول لا حيله حيسية عم بيقول مع الصديق رئيس بريو مع الحليف الصديق الفرنجي عنده خط معين ما شاء الله اكيد وهي هايدي الزيارة يعني من ضمن عدة الشغل انه مضطر يعمل الرئيس عفوا الوزير خارجي الاستاذ بسيل يعمل هالزيارة ويقف على خاطره للمير والمير بالوقت زيته كمان بده اكتر يعني بده الرئيس حريري يحكي معهم اوكي واضح ناخد بريك نرجع بعدها متابع حوال اليوم مع طلال الدوية رئيس حركة الارض اهلا بكم مجددا في حوال اليوم واهلا بطلال دوية رئيس حركة الارض اللبنانية كنا عم نحكي عن الزيارة اللي عم بيقوم فيها ضمن جولة بتشمل ايادات اللبنانية والمسؤولين والفعاليات عم بيقوم فيها الوزير جبران باسيل عليهم والمحطة الاولى كانت اليوم عند المير طلال كنت عم بتقلي ان المير طلال ما رح ياخد موقف او خليني اقول ما رح يعلن الا ما يجل عنده سعد الحريري سعد الحريري ملزم بانه يعمل الجولة على الكل ولا بديو يعمل جولته بديو يحكي مع المعنيين يعني مع المعنيين مباشرة بس انت فهمت انه كلامه سلبي ام ايجابي للمير طلال بصراحة انا فهمت موقف سلبي بمعنى انه بالرعاسي مش من المعني هو بعده المير طلال مؤيد للوزير الفرنجي واضح واضح اكيد وهلا الرئيس الرئيس الحريري هو مرشح كان فاذا اذا غير الرئيس الحريري بده جيل عنده وقال له انه انا لاش غير لو بده يرجع يطلب منه دعم باطد انا انه موقف المير مرتبط بالوزير الفرنجي انت بتاع تيد القصة بتنحل بلقاء بين عماد عون والرئيس بري او بلقاء بين رئيس الحريري وسمحت السيد انا شخصيا بعتقد انه تنظر انه صار لحل شامل بالبلد بالدليقة بين الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصر الله لانه هلا نحن كنا نعالج الامور بسطحيتها بس مش هنفوت بالعمق بالعمق المشكلة الاساسية هي مرتبطة هان الرئيس سعد الحريري بده يعد هو والسيد حسن بس يعد هو سيد حسن ساعتها بيصير في موني من السيد حسن على الرئيس برري بالأساس هو الرئيس برري كان متفاهم جدا 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 بترشيح الوزير فرنجي بس هو قال انا مع رئيس الحريري ظالما ام مظلوم الرئيس برري بيعتبر انه العماد عون شيل الشرعية عن مجلس النواب وضح العماد عون بشكل جدا واضح بمقابلته مع جان عزيز نهر الثلاثة وضح عند الرئيس برري بعد القصة عنده تدعياته لانه لغاية في نفس يعقوب الرئيس برري يمكن ما بينسجم مع الليميدان بده حدا اكثر ليوني يقدر يتفاهم شي يعني اكثر ليوني يعني اليوم الرئيس برري هلأ صار له سنتين ونص وقبل يعني متحكم بقرار مجلس النواب وبالدليل متحكم كمان بجزء كبير من عمال الحكومة بدليل مبارح ما عم نقدر نعين اوفيس بوي بالدولة اجا هو يعين رئيس جامعة ويعين مدير عام ويعين يعني يعني سهلوا له الطيار اي والطيار سهلوا لانه بالنتيجة ابدأ النية الايجابية حسن النية بس هو في فرق كتير بين انك انت تقصد حدا تعمل له خدمة لانه انت عم تعمل شي تتسهل امور بين انه واجبتك تعمل خدمة باطد انا اصبح الرئيس الحريري الرئيس عفوا الرئيس بري بموقع ما بقى الشي اللي بتقضم له هو واجبتك عم تقضم واجبتك مش عم تقضم فرض واجب اي اي لكن هذا الشي اللي عم بيه ظهر لانه دايما الكوة الاساسية باللاب اذا اذا قدمت له اي موقف تعتبر انت عم تعمل واجبتك لانه هي معتبري انه النور بيطلع من عندها وهي سيندي السماء براسة فهذا العقلية اليوم موجودة باللبنان وبعتقد انا انه ما انا شخصيا يعني هلأ الشي اللي عمله الوزير بيسيل هو عم بيرجع يمد الجسور مع المير طلال ما بعرف يعني هلأ الوين بدت تروح للقصص واذا القصص واقفة هي هون بس انه احترام من شخصيات سياسية واجب كمين انا حب افهم من كلامك هلأ بارك افهم غلط اذا فهمت غلط صلح لي انت عم تقول يعني اتأخر الوزير بسيل بزيارته للمير طلال يعني اتأخر شو فات صبق السيف العزل صبق السيف العزل وفات المعاد وبقين ابعاد ما هيك مثل ما اقوله المصار بقى انه يعني فيه واقع سياسي بيفرض حلو ما فيك يعني انه اذا اليوم مفترض اني انا زورك اليوم عبكرة ما بقى بتعتي نتيجتها متى اليوم انا هيدا رأيي هيك يعني مش انه كل شي بيع وقاته مش تمسكرها اليوم كل الميلات ما في مطرح بيقدر واحد يزمت منه بتسكره علي حواجز طيارة عم تنصبها على الطريق الرئاسي انت اليوم انا هيك شي في الامور لا بعم بحترم وجه مع محبتي بتعرف انت وصداء بتربطني بالعبادة ومع تمنياتي بس انا عم بوصف في الواقع متل ما اني شايفه انا ما اني شايف الامور سهلة وما اني شايف انه التشبس من عند الرئيس بري هو جاي عن عبس انت بتعتبر انه الرئيس بري ليس وحيدا في هذه المعركة اكيد هلا ما في شك هو عنده ثقل سياسي يعني واضح ما حقل احد ينكر على الرئيس بري حجمه وحضوره وقوته ما في شك رجل صلوا 40 سنة على قد 40 سنة على قد بيشتغل بالحق للعام وبالحق للحزبة وبالحق للنضال والمقاومة بجنوب بلشت مع امل ما حدا بينكر هذا الشيء والحركة المقاومة الوطنية كلها سوى الشيوعيين والقوميين اللي قدموا كمان شو هذا كتار الشيوعيين والقوميين قبل ما يتم القضاء عليهم و مش يتم القضاء عليهم قبل هني قرروا بركي ما بقى بدهم وانا بشك فيها هذه الشيغلة لكن انا عم سكر مش انتين عم سكر صار يلي صار لكن انا عقول اكيدي هيدا الحجم بس شو بتفسر الاصرار بمناسبتين بصحيفة السفير الزميلة صحيفة السفير الناطقة باسم الرئيس بري وحقه وعن حق ما هيك وعبت كل مرة الرئيس بري بوجهة رسائل للعماد عون ما بقت تستقوي بمعناه ما بقت تستقوي بحزب الله علي هاس ما تفكر اذا حكيت حزب الله يعني فيك تجي تجبرني انا اعمل بدي ايه ومبارح حكي الكلام من يومين يلي ذكرتنا فيه حضرتك الشيخ نعيم قاسم نحن هو امل حال وحدي تذكرت هلا كمان من كل الميلات عم بيقولوله ما بقى تستقوي علينا ما بقى تفكر انه نحنا الشيعة او عفوا ما بقى تفكر انه حركة امل تاخد قوة مرة من حزب الله ما هي طيح هو شد حبيل ما بعرف يعني انا هذا الموضوع في عندي علامة استفهم بين انه كون انت مدعوم لموضوع رئيس الجمهوري يعني اخدت بعد كتير واخدت المروحة طبعة وسعت كتير والقصة صر لسنتين ونص في فراغ رئيسي بينتج هلا بالاخر هلا بتجي عم بتقلي على هاي الامور ما بتركب و بتركب لشانه اللي هني عم بيشتغلوا سياسي كين عماد عن او الفريق ما بيعرفوا الامور اقول انه في عقبي بعد ما زالت وانا مني شايفة انا حزول في شغلي كمان مستغربي بدل ما العماد عن كرئيس جمهوري هو طالب بسلي هو طالب بضمانات هو طالب ب خليني اقول خارط الطريق يا سيد المسيحيين هن هن لازم يطالبوا بضمانات ما هيك هل يطلب من الشخص الذي لا الذي تتعرض حقوقه للقدم والهضم ايه والاشتياح يطلب منه ضمانات عم بينتقل الامور عم بتصير وكأنه القوي عم بيطالب بضمانات والمشي قوي ما هيك هو ملزم بهاي وضع بيدفع هذه الضمانات او التطمينات وماشي بالبلد هيك والشباب بدل ما يجبع بيدفع عن حالهم كيف عطيني رأيك انا بدي اقول لك شغلي استي جورج انه من وقت اللي صار انتهى عهد الرئيس ميشيل سليمان نحن الدوامي الساهي زيته وقعدنا السانة عم ندور مثل حجر الطحن وقعدنا بمحلنا هي زيته عارف لا عم بيصير في اذا بتصير موجي منيحة بتصير موجي منيحة بالجو الاهلامي واذا عم بتصير مش منيحة هي زيته يعني حتى طرح السلة طرح السلة تفشيل لمبادرة الرئيس الحريري اساسا الرئيس الحريري وقت اللي عم بيجي يعمل مبادرة مع انه متفهم مع الفرق الخصوم خصومه السياسيين اللي كان مع الحزب بعدين اذا بتنطلع من تاني مال ما في حوار صار له عمره سنتان بين طيار المستقبل وبين حزب الله وعم بيصير بلعية الرئيس وحضور ممثل الرئيس يعني يا أما عم بيروحوا يعني عم بيروحوا يتسلوا يحكوا بالتقص أو عم بيحكوا بأمور هي نوع الخلاف وكيف بدي نحلوا بعض الخلافات اللي هي على الأرض أنا وقبول حزب الله بسعد الحريري رئيس للحكومة تم في أحد هذه الاجتماعات مية بالمية نادر الحريري حكي مع الحاجو وقال له رئيس الحريري بدوا يسأل رأيكم بموضوع قبوله كرئيس حكومة جاوبوا تاني يوم بعد ما أخذ موافقة الطبيعة الحال السيد سمحت السيد والإيادي وقال له نحن منمش فيها اختفع عن الأنظار فترة ورجع يجع فإذا طبخة مطبوخة بعين التيني مش عند بين العماد عون بين نادر الحريري وجبران بسير أو بين عماد عون وسعد الحريري مطبوخة هناك القصة وبعدين نجيت لعند العماد عون اليوم ليه ما بيقضوا سلة الضمانات من سعد الحريري اللي عم بيطلقوها من العماد عون لأنه ما بدل العماد عون هيك صريح كتير لكن شو بدي يعني عم بيحتقروا لنا عقلنا أساسا كناس مطلعين ما بيصير هك يعني القصة فاطحة ومفضوحة في مجموعة في كواسيسية معينة ما بدل عماد عون هلأ كيف ده نطلع من هذا المأزوم ما بعرف أنت برأيك التطورات اللي صارت باليمن المجزرة اللي صارت باليمن وإنهيار واللي أساسا ما حدا كان معلق أماله إلا البعض الاتفاق الأمريكي الروسي الذي وقد وخنق وولد ميتا ما هيك فرطت بسوريا فرطة بحلب شيء اخر شيء بالحلب فرطة ورح تفرط حسب ما عمشوف ما بعد حلب رح تفرط أكتر مش رح تفرط أقل وباليمن هل هذه العوامل المتفجرة شمالا في سوريا وجاء أقصى الجنوب في اليمن تساعد على إنتاج تسوية سياسية في لبنان أم أنه لايك أستاذ طلال في رأي بيقول رئيس الحريري هلأ بده الصرف بده الصرف بمعنى الإيجابي مش عم نقلل من موقعه لكن عم بيقول هلأ أكتر من أي وقت مضى ما تفكروا أنه اللي صار في اليمن وهذا ممكن أسر على حركتنا أنا بمشي معقول نصغل هذه النقطة أنا بأعتقد أنه اللي عم بيوصف هذا الواقع بقصة أنه هو هذا واقع سطحي مش القصة مرتبطة بقصة شغل أو قصة كذا لا القصة ما هيك يعني ما بتركب الأمور أنك جي تعمل تروح باتجاه العماد عن وانتي عم تعمل حوار ما حظب الله وانتي رجل الأقوى في السعودية أنك أنت تجي تصفي القصة أنه أوجي ما رجبت مشت ما مشت في عماء في مواصفين بدأ نطلعهم لا محشور بدوا يعمل لا لا منهم محشور بهذا الواقع هو زعيم سياسي ولا مش زعيم سياسي رئيس كتلي سياسي هو موجود عم بيلعب دوره هو الرئيس سعد حريري بقصود والعماد عن كمان رئيس تكتل وزعيم سياسي وبيمثل طرف ومرشح سياسي رئيس الجمهورية بدأك تيقل أمور من هون مش دك جي بعض الناس بدخلو لك أنه صرف عمال وصرف وصفين وعنده ضيئة اقتصادية بموضوع أجاب السعودية ما لا دخل هايدي بالواقع السياسي داخل يعني هايدي ما بتتطررش باللبنان هايدي تطررش في السعودية بيروح يعلج أمور بالسعودية أنا بعتقد أنه الرئيس حريري هو الوحيد الميبادر بالبلد خلنا نكون صريحين ومواقعين صريحين من ثلاث مبادرات أربع مبادرات الأصد منها أنه يرجع يفعل حياة السياسية لأنه مثل منها رايحة للسعود رايحة لأهتراق فالواقع أنه يشكر على أنه عم بيعمل مبادرات وعم بيمارس دوره السياسي بعد غيبه بأربع حمس سنين غيبة غيبة فالواقع أنه نحن اليوم أمام استحقاق ممكن يصير بإخر الشهر أو إذا أنا من يشاهد رئيس بري بده يغادر من عشرين لتسعة وعشرين شو يرا كيف مؤتمر للبرلمانيين تسعة أيام شبه ما نشاهد في داعي نكون في لبنان راحت القصة من عشرين لتسعة وعشرين لا بس بيبقى تلاتين واحدة وثلاثين آه أوكي ما يتم ما بيصير بشهر بيصير بيوم لا هي المهلة ما المهلة إلى واحدة وثلاثين مهلة مهلة إلى واحدة وثلاثين بعد فيه وقت طيب إذا تقرر بس أنا هيدا برلمانيا بنضمن اللعب إذا إرسلين وفرانجية والقومي والبعث وبري والمر ما هيك كلهم ما بدوا أن ينتقلوا لعماد عون وصارت في جالسة ما بيطلع العماد عون بأسواد غيره إذا ما هو الرئيس سعد الحرير ودكتور جعجع وكتنت وحزب الله وبعض المستقلين اللي هني بيمشوا بجو حزب الله لماذا بيمنع المخرج هيدا يصير بيقدر تعمل يفوتوا بمرشحان وبيطلع الرئيس بيطلع أكيد أنت اللي بتعرف الخبر ما هيك معقول وصلا هيدا أنا بقول لا بس إنو إن شاء الله أنا بتمنى تتوصى بس مش لحا تصير ما رح سي جالسين بدوا ينتقل بالرئيس برات المجلس ونفوتوا يشرعوا بدوا يتم من الاتفاق عليه أصلي برات المجلس مش بيبارك أوتيل شتورة برات المجلس وبيفوتوا يمضوا يما قادة لعياد جوية طيب خلص الوقت ما حكينا عن حركة الأرض جاينا شفت كيف راح الوايا تبرقنا بالسياسة ما عليس أصلا خليني أقول لك بعدكم عم بتعانوا بعدكم عم بت بين هلالين إنو بعد بعدها مشاكلكم أكتر من من حلولكم مش حلولكم أنتم المشاكل عم تعرضوا المشاكل هي مسؤولة عنها الدولة اللبنانية الحلول نحن عم نسهم بوضع حلول طيب ابتدأنا هلأ بنشاط مؤتمرات مصغرة للمناطق الأكثر استهدافا في موضوع عملي والأكثر استراتيجية شو هي هي مؤتمرات لا 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 شو هي المناطق الأكثر استهدافا بعمليات البيع مثلا بقضاء صغارت السيح الشمالي للأصغارت السيح الصغارت مين عم يشتري أخوين ويشترون مين أخوين السنة والعلوية طيب ليش لا شو لا مش سؤال عن جد بكل محبة عم بسا مش أنه عم بيقول ليش لا أنه تحدي لأنه 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 ما عندي مأخذ علي هنا بس أنا عندي مأخذ على اللي خط دفاع عن صغارت بالحال لا وهذه مش قصة أنه أي منطقة تصور أنه ابن صغارت الماروني ينزل على مجلية 20-60% من مجلية أكيد بلد مجلية يكونوا حزيرين من هذه الشراء فالعملية تتخطى المعقول عملية البيع يعني هذي أنت برأيك مش عملية شراء من أشخاص فرديين هذي ممنهجة بهدف تغيير ديموغرافيا وجغرافيا سبب أنه اليوم المخطط التوجيه اللي هو عم بيصير أنه اليوم بالقب اللي هي بيتلاحهم مع مجلية بالقب المتر بيكون هاو 1500 دولار بالوقت اللي أنه بمجلية زيت التصنيف المتر 200 دولار مثلا أو 100 دولار فهان ساعتها بيصير بطريقة سريعة جدا بينطقل اللي بده يستثمر من هاي المنطقة لهاي المنطقة لأنه أرخص وأمتداء لمنطقته أش بيصير بيصير تغيير ديموغرافيا وتغيير وتغيير بالجغرافيا يعني أنت اليوم وقتل بتجيب تاخذ الطريق من المتدي من القب إلى مجلية نشوف أنك منك بمجلية صرت أنت بمنطقة مستكملة لمدينة طرابلس عرف كيف هذا الجو نحن اللي عم نشوف فيه إذا بيستمر لازم يكون فيه روادع قانونية نحن مش عم نحكي على نوعية الشغل اللي عم بتصير لهالسبب اليوم منقول نحن أنه البلديات لازم تحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع رئيس البلدي ما في حدا بيقدر يأثر إليه لأنه شعبه هو منطخبه واليوم بالبلد أكتر ناس هني شارعين هن رؤسة البلديات لأنه هنت خبات تحصحة جديدة وهن يستلموا نحن وقتل عم نعمل مؤتمر وندعي بلديات ساحل صغرتها تنقلهم أنه أنتو الواجهة القانونية اللي بتقدروا من خلالها تحددوا من عملية البيع ومن عملية الفوضى العمرانية اللي عم بتصير وهالانتشار اللي عم بيصير فوضوي بشكل أنه ما بتعرف مين عم تقسر خصوصية ضاعتك يعني ما لشي اليوم أنت عم تحكي عن ضاعة عم بتحولها بمحل إلى استعمال مدينة بتصير الشي اللي المدينة بترفضه لأنها غالية عم بيطلع لعندك يجمع عندك هني اللي بيسلحوا إشابونات واللي بيسلحوا سيارات واللي هني بيدهنوا سيارات واللي هني بيطعطوا بقصص عارف أول شي عم بتشوه البيئة هاي دي وعم بتشوه لك بيئة ضاعتك صار في عنا مشاكل بمدينة صديقة جارتنا وحبيبتنا ونحن مربع ترابلس كلنا أنه انتقل مجموعة من الناس إن كان من جبل محسين أو كان من التبان يصاروا بمجلية وهذا شي نحن ما نقدر نتقبله بالشكل اللي فيه أما وأنه يطلع مواطنة ترابلس ويشتري شقفة أرض وعم رباة لألو مش حدا هاي دي لحي بأهدن موجودة وما حدا نزعج منها تاريخيا ما حدا نزعج منها بس هالهجمة وقت اللي بيجي حدا سعودي بيشتري بأهدن خمسمائة ألف أكيد بدك تقول كيف هاي صارت ولاش صارت وتعمل تساؤلتك مش القصة من مبدأ مذهب لا من قصة أنه فيه هذا غريب حتى إذا اشتري واحد فرنسيوي خمسمائة ألف نرجع من نسأل ذات السؤال استيس طلال وعذرني لأنه عم نكرره دايما في اتنين مسؤولين وجبال وجوني كل العالم عم بيصير بايع بكل هالمناطق في اتنين مسؤولين أول شي هذا تيد ريشتري هذا البيعات بدون ياخد مرسوم مجلس وزارة طيب لاش ته مجلس وزارة بيأتي مثلا تاني شي اللي عم بيبيع اللي هو غير مسؤول ليه أخلاكيا ولا انتمائيا ولا وجدانيا عم بيقوم يتصرف بعملية سمسرة ويحول الأرض طبعه إلى السلحة بالنتيجة هو الخسر والمحيط اللي هو يعيش فيه هو الخسر بس كمان بالوقت نفسه انه الدولة اليوم اللي بتصدر 1300 مرسوم تملك عجيني شهود جمهورية للبيع يعني او مزرعة للبيع انه هون المشكلة كمان تاني شي القوانين وقت اللي بتجي الدولة بتشيل بتشيل بتعمل مشروع عنهم بتشيل براءة الزمي البلدية وحق الشفعة بين الناس يعني انه معقول هاي دي تصير القصة انه تشيل انت براءة الزمي البلدية هذا بيجي بيشتري ما بدو براءة الزمي ما حدا عارب فيها اساسا وقت اللي تم يعني التقاعص عند بعض السياسيين والتقاعص عند الاداريين يعني البلدية مفترض يكون في بلدية يجي تقول له سحبت منها براءة الزمي البلدية ما بقى أحد يجي يسأله بتجي بعدين وقت تاخذ إفاية محتوية هلأ ما نحن عم نقول لرؤاسة البلدية بالمؤتمرات انه انت يا لك حق تحطى قيد الدرس هاي دي منطقة اذا شفت منطقة مشبوهة عم بيصير علي أي خلل بيأسل على الديمغرافيا لأن مقدمة الدستور شو بتقول بتقول اي عملية بتصير بالبلد بتأسل على السلم الاهلي معناتها باطل ما بتمشي لهالسبب انت فيك هون تعتبر انه هذه البيعة بتأسر على السلم الاهلي ما بتتناسق مع نسيج المجتمع اللي انت يقعد فيه بتجي انت بتعملها بتحط قيد الدرس المنطقة او بتاخد قرار باستملكها البلدية او تحط اشارة لأنه فيه مجرم مي او التصنيف اخي بعدين قصة البلديات لعبة التصنيف اليوم مثلا عندك بدأ الهمية اشترى تيج الدين عقار مسيحة عامل الاستثمار فيه اثنان بالمية هو اشترى شركة عقارية اسمها شركة الدلهمية العقارية الانمائية العامل الاستثمار اثنان بالمية اجا يحول لمجلس وزراء ويرفع للأربين بالمية يعني عم ترفع له ساروت واربين برا اخي لا انت متمنك اخذ اروح ابنيها مش ما عنا اي اعتراض بهذا الموضوع اساسا كان انا اعتراض انك تشتري هلا اذا بدك تجي انت تاخد اربعين بالمية وتروح اتعمر ستة الاف واحدة سكنية بالوقت انه الدبية ثلاثمائين واحدة سكنية معنى انت سوء متغير دموغرافي ما هدا يتناقض مع البيئة ويتناقض مع النسيج الاجتماعي تبع هذه المنطقة طيب انا بدي افترض انه اجا واحد امريكاني لبناني الاصل عيش في امريكا ومعه ملايين اجا بدو يشتري بالنبطية اربعة ملايين متر وبدو يعمل مجمع سكني وبدو جيب ناس من الشمال ومن ما يعرف شو يسكن انه شو بتعمل بيقوم وعليك باخر مهمر الله انه انت وما لازم تجواز في المرسم في وزراء في وزراء من لا نحن هاي الموضوع وزراء وقفوها بمرحلة اولى وردوها ورجعت البلدية معت يترأي رجل لازم يتاخذوا الارات كلهم بالاجمال 24 وزير لانه بيبس وكالة رئيس الجمهورية طيب كيف يتاخذ الموضوع انا احكيت مع الوزير جبرون بيسيل وهو وحكيت مع الوزير بطرس حرب وهن يتعاون مع بعض الوزراء الوزير سجعين اصلي مش ما ننسى ايه من الوزراء اللي هن يتعاون بهذا الموضوع واصدت الرئيس سليمان وطلبت منه دعم بهذا الموضوع الموضوع وما فيه انه ردت بس شو ابنان جيتنا ضربة جيتنا ضربة من مجلس البلدي اللي هو اشغال المجلس البلدي بدل ما انتو تسكروا على تنزلوا عامل استمر فعونا نحن عامل استمر لانو الشباب كمان بدن يبيعوه ويعبو ويروح الجو العام اللي نحن عم نقوط سرنا سنين عليه الله يقوي كون هندك كلمة بتحب تقول شي بس بدي اقول شكرا لألك حملتني كلها الحلقة كرام وإلى لقاء